الأخبار من الحدث قبيل زيارة أردوغان المرتقبة إلى طرابلوس قوة الوفاق تشكك باتفاق اللجنة العسكرية إيران تراهن على بايدن للعودة للاتفاق النووي والأخير لن يفعل بدون تعديلات أبرزها البرنامج الصاروخي والسلوك إيران التوسعي البرلمان العراقي يقر مشروع قانون تمويل العجز بالاقتراض تمهيداً لصرف رواتب الموطفين أهلاً بكم كشف المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنون أن ما يحدث في لقاءات اللجنة العسكرية 5 زائد 5 لا يصم في اتجاه وقف دائم لإطلاق النار مشيراً إلى أن التحركات العسكرية في محيط السرط والجفرة لا توحي بنية إخلاء المنطقة من المسلحين وضاف أنه لا يمكن اعتبار ما يجري في السرط بالخطوة للأمام بل هي خطوة في الهواء أن لم تكن للخلف على أحد تعبيره مطالباً بالتصحيح الوضع قبل فوات الأوان أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا والدعم لحكومة الوفاق تمسكه بالأعلان الدستوري والاتفاق السياسي الموقع في سخراط كمرجعية ضامنة للحوار الحالي وركيزة أساسية تحدد الشرعية السياسية في ليبيا ومستوياتها وأضاف أن هذه الركائز لا يمكن القفز عليها أو تجاوزها أو استبدالها بالمجهول بحسب بيان المجلس كما أكد المجلس قناعته بأن الجلوس على طاولة الحوار هو الطريق الأنسب لحل الإشكاليات الكبرى التي تعاني منها البلاد هذا وانتعش تمل الليبيين في تجنب فخ تقسيم البلاد على وقع الأعلان عن توصل فرقاء النزاع المجتمعين في تونس إلى اتفاق بشأن الانتخابات وتوحيد السلطة التي ستدير البلاد ممثل فرقاء النزاع الليبي توصل في اليوم الثالث من محادثات السلام الجارية في منطقة قمرت قرب تونس العاصمة لاتفاق بشأن الانتخابات وعلى توحيد السلطة التي ستدير البلاد في مرحلة تمهيدية قصيرة تنتهي بانتخاب مؤسسات دستورية دائمة ستيفاني ويليامز عبرت عن ارتياحها لسير المفاوضات ولما تم تحقيقه حتى الآن المشاركون في الملتقى الحواري السياسي الليبي توصلوا إلى اتفاق تمهدي حول خارطة الطريق من أجل إنهاء الفتلة الانتقالية وتنظيم انتخابات حرة وعادلة وشاملة بالإضافة إلى تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية موثوقة وقد تم توضيح الخطوات من أجل الوصول إلى الانتخابات بما في ذلك الاتفاق على الأساس الدستوري وسيتم معقد الانتخابات في فترة لا تتجاوز ثمانية عشر شهر خارطة الطريق للانتخابات التي تم الاتفاق عليها تنص على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية المنبثقة عن الاتفاق السياسي وستتألف السلطة الجديدة الموحدة في ليبيا من مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية العالم رأى أنه لابد من إشراك كل الأطياف الليبية في اتخاذ الكثير من القرارات الوطنية والمشاركة في هذا التحول الإداري قد نراه بديلا عن الصغيرات اللي حضروها طرف محدودة ما تم إنجازه حتى الآن من تفاهمات يعزز الأمل حسب البحثة الأممية في أن ينجح حوار تونس في إنهاء الاقتتال والانقسام المؤسسي والتنافس بين سلطتين إحدهما في شرق البلاد والثانية في غربها تمهيدا للحل الشامل توحيد السلطة التنفيذية حسب خارطة الطريق هذه سيجنب ليبيا في رأي مراقبين تقسيما أو أن تصبح دولة فاشلة استيفاني ويليام تبحث عن حل سياسي لكن على أساس دستوري هذه المرة لتجنب عراقيلة قد تطرحها مؤسسات ستنتهي مع أي توقيع محتمل خليل الجدود الحداث جمرت من بيروت ينضم لينا المحل السياسي والاستراتيجي اللي بي ردوان الفيتوري أهلا بك معنا في هذه النشرة سيد ردوان يعني بالرغم من الأجواء الإيجابية التي يحاول البعض إرسائها إلا أن هناك توجه أو انطباع عام بأن حكومة الوفاق هي واجهة وأن السيطرة الحقيقية هي للميليشيات حتى وزير الداخلية الوفاق باشاغة يعترف بهذه المعادلة برأيك هل لدى الميليشيات الآن أي فرصة لنسف السلام وهل حكومة الوفاق قادرة على تنفيذ بنود السلام أو أي اتفاق يتم التوصل إليه نعم نعم تحياتي حضرتك طبعا الميليشيات قوة موجودة على الأرض لا يمكن أن بجرة قلم أنها تتلاشى الميليشيات موجودة لا يرفع هذه الميليشيات إلا قوة نظامية قوة الجيش النقطة الأهم البارزة اليوم سيدتي أن ما معنى لأي سلطة تنفيذية جديدة أو تشريعية جديدة ناتجة من منتدى الحوار الليبي لا تملك إلغاء الاتفاقيات الأمنية السابقة هذه كارثة بحد ذاتها الآن هناك حديث تدور أن الاتفاقية المبرمة مع تركيا سارية ولا مساسة بها وبالتالي وجود المرتزقة ساري وبالتالي تعطي لجنة خمسة زائد خمسة إذن هناك عبث ممنهج أعتقد أن عبث مقصود رأينا كيف حددت السيدة ستيفاني ألية انتخاب المجلس الرئاسي بالتصويت المباشر بين الأعضاء ما معنى هذا؟ أن أنت تدركين والعالم يدرك بأجمعه أن أكثر من ثلثي المشاركين ينتمون إلى التيار السياسي التيار الإسلام السياسي وبالتالي هم الفائزون إذن هناك تمرير لجسم مشبوه هجيم سوف يخيم ويسيطر على ليبيا لسنوات قادمة كيف سيتم التعامل مع هذه الاستراتيجية سيد ردوان الفرقاء الليبيين هل سيقبلوا بكل ذلك؟ الفرقاء الليبيين هل سيقبلوا بهذه النقاط التي تحدث عنها؟ وماذا عن الدول الداعمة للليبيين أيضا؟ هل ستوافق على هذا النهج؟ سيدتي أولا الدول الداعمة لا يهمها في المقام الأول إلا مصالحها الحديث عن الدول الداعمة شيء والحديث عن مصلحة ليبيا شيء ثاني مختلف تمام الاختلاف هذه النقطة النقطة الثانية سيدتي رأينا اليوم تسريبات أن وفد النواب اجتمعوا بوفد النواب المقاطعين وأصدروا بيان مشترك طبعا بالتأكيد المصالح تتصالح وهم يتهمون استفاده بالخروج عن الشرعية وبالتمرد عن النقاط التي اتفقوا معها لماذا؟ لأن هناك بلبلة هناك هذا المنتدى ليس لا يصب إطلاقا في مصلحة الوطن بل هو يؤجج الأزمة ويمددها يعني مرحلة انتقالية كم سمعنا عن مراحل انتقالية في فترة السخيرات ومن ثم أخذت من أرواحنا وأموالنا حوالي سبع سنوات سيدتي إذن أعتقد أن لجنة خمسة زائد خمسة الآن المعول عليها لجنة العسكريين هناك اجتماع بين رجال ليبيا العسكريين هم الذين يقررون في نهاية المطاف أما الذين يتسارعون على السلطة الآن في تونس والأمور مكشوفة تماما للأسف سيدتي هم يظنون أن الناس لا تدري بشيء سيد ردوان هناك زيارة مرتقبة لرئيس تركي في الأيام المقبلة إلى ترابلوس إلى أي مدى يمكن أن تعرقل أو تضيف أجواء خاصة على المحادثات التي تجري إن كان في تونس أو حتى في سرد يعني هو احتمالين كي يقول للعالم ولبايدن خصوصا أنني أنا موجود أنا الأمر الناحي في المنطقة الغربية الليبية أنا موجود لكنني من ناحية ثانية سيدتي قد تكون بعدة الاحتمال هذه الزيارة لأنه في إدلب كان مسرح أنه سيزور إدلب وكذا وكان في عز قوته أردوغان جبان حقيقة لا يجرؤ الدخول في المناطق المشتعلة التي يوجد خطوط نيران مباشرة لكن إن تمت هذه الزيارة فهي موضع ضعف وليس موضع قوة بالنسبة لأردوغان طب دعني أعود إلى استفاني ويليامز رغم كل الأجواء والتسريبات حول ما يحصل في تونس لا تزال استفاني ويليامز تواصل التفاؤل وتحدد جداول زمنية على ماذا تعول تحديدا؟ سيدتي أولا بالنسبة للعبارات الرنانة العبارات المبهجة الوعود البراقة كم سمعناها في الصخيرات؟ يعني الليبيون صار عندهم حصانة من هذه العبارات أيضا هي تعول وكما يعني هذه ضريبة يعني ضريبة أن المجتمع الدولي مسك الملف الليبي هم يطولون عند الأزمة بأشواط وأشواط لو كانت هناك نية صادقة دولية لكان يجري انتخابات مباشرة ما المانع؟ ما المانع يا سيدتي الناس الليبيين بأجمعهم يريدون انتخابات مباشرة ما المانع؟ أن الإخوان المسلمين لا يريدون لماذا؟ لأنهم الخاسرون فلذلك لو يريدون ديمقراطية فعلا ويريدون استقرار لليبيا فلتجري انتخابات واضح سيد رضو لكنهم سيدتي من فترة انتقالية إلى فترة انتقالية كنت معنا من بيروت المحلل السياسي والاستراتيجي اللي بيردوان الفيتوري اكد وزير الدفاع التركي خلوصي اكارن بلاده ستستخدم منظومة الدفاع الروسية اس 400 داخل حلف النيتو مؤكدا ان تركيا ستستمر بالتصدي لمحاولات حبس تركيا في سواحلها شرق المتوسط وبحر ايجا وفي سياق اخر اكد اكارن تركيا ستشارك في قوة حفظ السلام لمراقبة سير وتطبيق اتفاق كرباخ اخلت القوات التركية نقطة معرحتات العسكرية ذات الاهمية الاستراتيجية على الطريق الدولي حلب دمشق ام خمسة وظهرت مقاطع فيديون تشارع عناصر النظام السوري في المنطقة وتحتفظ تركيا بنقطتين عسكريتين قرب قرية معرحتات ومن المراجحة تبدأ باخلاء النقطة الثانية قريبا اعربى نازحون من ادلب عن رفضهم العودة الى مناطقهم بالتزامن مع مؤتمر عودة اللاجئين الذي يعقد في دمشق واكدونهم لا يستطيعون العودة الى مناطق يحكمها المسؤولون عن تهجيرهم وبدعوة من مؤتمر يرعاه النظام روسيا في ظل غياب ايضا من دولي وكان رئيس النظام بشار الاسد اعتبر في كلمتها ماما المؤتمر ان قضية اللاجئين مفتعلة بعد ان تسببت قوان غربية بدفع السوريين للخروج الجماعي على حد وصفه نحن على اي اساس من نرجع لا في دول ضامني لا في منظمة ضامني امانتنا نحن اذا نرجعنا نحن اذا بدنا نرجعنا نفسا اللي هجرون اللي قتلونا الظالمين على اي اساس نحن من نرجع نحن لا يمكن نرجع كيف يتسنى لنا العودة في ظل هذا النظام الجاسم على صدور الجميع لا ثم لا بالنسبة لما يسمى المؤتمر هاي مهزل وليس مؤتمر هاي مهزل يتقود عن نظام روسيا مشان انه رجع الناس هالمعقول يعني اي عاقل يعرف انه اللي دبحك هو رح يرحمك هاي حكي مرفوض اكيب نحن نضطها الكلام هذو مين مين مسلا مضوع الضامن روسيا هي اللي عبت طربنا بالطيارات هو يدعمته لبشار الاسد فنحن راضين هالكلام هذا قولا قطعيا يعني نحن اليوم مهجرين من 2014 الحليف اللي هجرنا هو روسيا روسيا والنظام هم اللي قصفونا بالطيران هم اللي هجرونا من ميوتنا كيف بدنا نرجع على قرانه والنظام وروسيا في مناطقنا هذا مستحيل فاصل ونعودوا من بعده صور أرقام وأخبار في يومك كم من المعلومات تشاهد؟ هل تعرف مصدرها؟ ابحث عن المصدر قبل المعلومة تدخل التركي في صراع الليبي من شأنه أن يعزز من حالة الاستقطاب الداخلي في ظل إمداد حكومة الوفاء هذه المبادرة تدعو لاحترام كافة البهود والمبادرات الدولية والأممية من خلال إعلان وقف إطلاق النار صوت الرصاص الذي نسمعه الآن يا محمد صوت الرصاص هو صوت أصبح اعتيادي هنا في مدينة بغازي منذ بدء هذه العملية العسكرية أي أطرات دولية بالفعل ضغطت على جيش الليبي ليتراجع؟ أين الجيش الوطني الليبي الآن من كل هذه التطورات؟ يوم الاثنين إذا لم تتوقف الميليشيات عن مهاجمة القوات ستكون المعركة مستمرة ولا تمتهي إلا بالقضاء عليهم وقترنتهم إلى مواقع أخرى أحييكم من جديد في خطاب يحدد السياسة الخارجية للسعودية حث العهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز المجتمع الدولي على مواجهة تهديدات إيران مؤكدا دعم بلاده ومساندتها للدول التي تعاني الشعوب فيها في المنطقة العربية وهي العراق واليمن وليبيا والسودان وفلسطين وسوريا إن المملكة تؤكد خضورة المشروع الإقليمي للنظام الإيراني وترفض تدخله في شؤون الدول الداخلية ودعم للإرهاب والتطرف وتأجيز الطائفية وتدعو المجتمع الدولي إلى انتخاذ مواقف حازمة تجاه إيران يضمن منعها من حصول على سلح الدمار شامل وتطوير برنامج الصواريخ الباليستية وتهديد الإسلامي للأمن ونستنكر انتهاك مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران القوانين الدولية وإطلاق طائرات مفخخة بدون طيار وصواريخ الباليستية تجاه المدنيين بالمملكة ومؤكدين دعم الشعب اليمني الشقيق استعادة فيادته وستخلية بواسطة سلطاته الشرعية ومؤكدين دعم الشعب اليمني الشقيق استعادة فيادته وتأكد مملكة استمرار وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني كما نقف مع العراق وشعبه الشقيق ونسادي جود مقومته في سبيل استقراره ونمائه ونؤيد الحل السلمي بسوريا وفق لي قرار من سنة من 2054 ومسال ينيف واحد لا يعيد إلى وقف الددخل الخارجي في الشال الليبي تشدد على همية نعم السودان حاليا وتؤكد دعم السياسي في كاب المحادثات جوبا للسلام أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران ركبت أول سلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في مركز ناتانز لتخصيب اليورانيوم ونشر التقرير الخاص بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة في ناتانز تحت الأرض بينما ينص اتفاق تهران مع القوى الكبرى على عدم إمكان استخدامها إلا في الجيل الأول من أجهزة IR1 وكالة رويترز ذكرت أنه بعد انفجار ناتانز الذي كان على ما يبدو عملية تخريبية أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها ستنقل ثلاث مجموعات من أجهزة تخصيب اليورانيوم من محطة تجربية فوق الأرض في موقع ناتانز النووي إلى محطة تحت الأرض طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران تقديم توضيحات حول موقع نووي غير معلن أثار لديها شبهات الوكالة اعتبرت في تقريرنا أن المعلومات التي تلقتها من طهران بشأن هذا الموقع تفتقر للمصداقية من الناحية التقنية كما أعربت الوكالة عن أسافها لما وصفته بالوقت الضائع وطالبت إيران بتقديم تفسيرات كاملة وسريعة بشأن وجود جزائيات يورانيوم ناتج عن أنشطة بشرية في الموقع غير المعلن وفي السياق ذاته أشارت مصادر ديبلوماسية إلى أن الموقع الذي أشارت إليه الوكالة الدولية يقع في منطقة توركوز أباد في طهران والذي تهمت إسرائيل إيران بممارسة أنشطة ذرية سرية فيه قال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي أن إدارة بايدن ستعمل على إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران مع إدخال تعديلات طفيفة على بنوده وأضاف الوزير الإسرائيلي بأن إسرائيل تريد أن يكون لها دور في هذا الملف وأنها كانت استبعدت من الجهود والمدولات في زمن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مشددا على أن أحد أهداف إسرائيل أن يتطرق الاتفاق لبرنامج الصواريخ الإيراني أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسي عباس عرقجي أن هناك تحديات أمام الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي عرقجي اعتبران الاتفاق النووي ليس بوابة يمكن لأي طرف الانسحاب منه والعودة إليه متى يريد وقال على أي حال هناك قواعد وشروط يجب التفاوض بشأنها لكن طريق العودة مفتوح وكان الرئيس الإيراني حصر رحاني طالب الولايات المتحدة بالعودة إلى التزاماتها بعد أعلان فوز بايدن يذكر أن بايدن كان تعهد في مقال له باحتواء أنشطة إيران في المنطقة من خلال التعاون مع الشركاء في الشرق الأوسط للحد من التوتر إضافة إلى الحد من أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار التي تهدد أصدقاء الولايات المتحدة وشركائها وقال أنه سيواصل سياسة العقوبات ضد إيران المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان والصواريخ الباليستية ودعمها للإرهاب حول كل هذه التطورات والمواضيع من لندن ينضم إلينا وجدان عبد الرحمن الباحث في الشأن الإيراني أهلا بك معنا في هذه النشرة سيد وجدان هل يمكن أن نعتبر الموقف الإيراني الجديد حول شروط عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي هو مناورة معتادة من السياسة الإيرانية مساء الخيك لك ريثا ولمشاهديك الكرام أولا كل المتابعين بالنسبة للشأن الإيراني يعرفون تماما بأن إيران هي ليس بوضعا تفرض شروط في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وإنما هي حتى أسوأ بكثير من ضعف النظام الإيراني بالمفاوضات ما قبل 2015 الآن إيران في موقف محرج جدا وهذه التسريبات حتى بالخصوص الضخ قاز السادس فوليودي اليورانيوم في ناطانز والبحث والحديث حول أن أجهزة طارد مركزية ما هي إلا دعاية إيرانية المعروف ريتا بأن بايدن أو أي رئيس جمهور قادم الآن الرئيس المنتخب بايدن في حال بالفعل هو من أستلم مقاليد السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية لديه أولويات هنا أسأل سيد وجدان هل ستسمح واشنطن بشروط متبادلة صحيح إيران ضعيفة وبموقف محرج ولكن هل يمكن أن تسمح واشنطن باشتراطات إيران المتوقعة أولها تعديل الاتفاق النووي رفع العقوبات عفوا ودفع التعويضات على كل الخسائر الاقتصادية التي لحقت في إيران بزمن ترامب من يفرض هذه الشروط يجب أن يكون في موضوع القدرة وإيران ليس كذلك بالعكس أن إيران تبحث حتى على حلول بسيطة أو على تنازلات بسيطة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لأن موقف إيران بالنسبة بعد مجيء بايدن سيكون أصعب بكثير من موضوع ترامب والدليل بأن بايدن سيكون له موقف ودعم أوروبي وأيضا دعم روسي صيني لأن بايدن يريد العودة للمفاوضات مع إيران بشروط أو تعديلات في الملف في الاتفاقية النووية وهذه التعديلات أيضا هي بالنسبة لإيران صعب العودة إليها إضافة لك أن هذه لم تسمح الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم أي تنازلات طالما لم تعود إيران إلى ما قبل إلى ما في فترة 2015 أو ما قبل 2018 بعد خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاقية النووية والعودة لكل الخطوات التي اتخذتها بعد ذلك سوف يكون هناك نقاش موضوع رفع العقوبات عاملة هذا وارد سيد وجدان قبل أن ننتقل إلى نقاط أخرى هل من المتوقع أن إيران التي نفذت خروقات للاتفاق النووي هل يمكن أن تتراجع عن هذه الانتهاكات خاصة بظل المعلومات الأخيرة عن تركيب أجهزة طرد متطورة في نتانز وغيرها أيضا إيران مستعدة لبعض التنازلات وخاصة في موضوع في ظل حكومة حسن روحاني لديها هذه الرغبة بالمفاوضات مع ترامب وتقديم بعض التنازلات لكن في إيران هناك خلاف حاد ما بين الإصلاحيين وما بين المتشددين ولا أعتقد بأن المتشددين سوف يسمحون لحسن روحاني بالتفاوض لأنه سوف يكسب مكاسب ضد مصالح المتشددين ولا أعتقد يتم هذا الأمر طيب بين واشنطن وطهران كيف سيكون موقف الأوروبيين من هذه المسائل كلها؟ لا شك أن الدول الأوروبية هي تبحث عن رئيس في الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون له وجهة نظر أو مصلحة مع الجميع وهل لا يفضل طرف على آخر؟ وهذه هي سياسة الولايات المتحدة الأمريكية معروف بأن موضوع الإقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية يأتي في المرحلة الأولى في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية منذ عهد كليمتون عام 1993 هذه السياسة مبرمجة لدى الدول الأوروبية تريد موقف بايدن بالعودة إلى المفاوضات لأننا نعرف الدول الأوروبية لديها مصالح وطموح لعودة شركاتها إلى إيران مرة ثانية لكن ما يعقد المطالب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ومطالب إيران هناك ما زال الفارغ كبير جدا سيد وجدان إسرائيل بدورها تطالب بإشراكها في الموقف وتطالب إدارة بايدن بإطلاعها على التطورات ولا يستجاهل موقفها كما حصل مع إدارة أوباما هل ستوافق الإدارة الأمريكية على دور إسرائيلي حتى لو كان غير مباشر؟ وماذا عن إيران أيضا؟ هل ستقبل بدور إسرائيلي؟ لا شك بأن إسرائيل لديها الكثير من المعلومات وإسرائيل تملك معلومات من أي مفاوضات تحدث في هذا الموضوع قبل أن لا ينشر أو قبل أن لا يتم الإعلان لكن هذه المعلومات التي تكسبها إسرائيل هي حسب أجهزتها الموجودة في تلك المؤسسات لكن في نهاية المطاف من حق إسرائيل أن تشارك في هذه المفاوضات لأن التهديد الإيراني قائم بالنسبة لإسرائيل ومن حقها تطالب بهذا لكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيراني يوافق على هذا الشرق وأتصور أن على الدول العربية أن تلعب الدور الأكبر في هذا لأن الدول العربية هي الخاسر الأكبر من أي مفاوضات متقبلية ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وعلى الدول العربية على أقل تقدير أن يكون لديها مندوب أو مفاوض في هذه العلاقات وأن تلعب دورها وتستخدم كل سلطاتها إضافة إلى ذلك نأمل أن تكون المملكة العربية السعودية تعمل بشكل كبير لدعم ملف العراق لأننا نعرف تماما بأن العراق هو المتنفس الوحيد لإيران من حيث التهريب وأيضا زعزعة استقرار المنطقة ودعم حكومة سيد واشلال عن الملف النووي الإيراني والمفاوضات المرتقبة بين واشنطن وطهران بهذه الموضوع ما هو السقف الذي يمكن أن تتوصل إليه إيران في مفاوضاتها؟ ما هو السقف الذي يمكن أن تصل إليه في تنازلاتها بالملف النووي؟ إيران مستعدة للعودة لما قبل 2018 يعني الخطوات التي اتخذتها بخصوص تقصيب اليورانيوم بخصوص الماء الثقيل ونسبة اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزية إيران مستعدة إلى العودة إلى هذه الدرجة لكن المشكلة الأساسية إيران تريد ضمن الرجوع أن يكون هناك أن تسمح الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات عن إيران ورفع العقوبات عن إيران صعب جدا وحتى إذا ما رفعت الحكومة أو الإدارة المغبلة في الولايات المتحدة الأمريكية يصعب على إيران الحصول على المال لأن إيران ما تبحث عنها هو التمويل لأن إيران لديها مشكلة جدا صعبة في موضوع العملة الصعبة واختصادها يواجه انهيار لذلك إنها بحاجة إلى وصول الأموال المجمدة إلى إيران وهذا لا يمكن ريتال لأن إيران لم توقع على اتفاقية F.A.F.D.F وحتى إذا رفعت أنه يصعب تمويل إيران أو إرسال هذه الأموال لإيران أشكرك جزيلا شكر كنت معنا من لندن وجدان عبد الرحمن البحث في أشياء الإيراني أعلنت السفارة السعودية في لهاي تعرض مقر السفارة لحادث إطلاق النار فجر اليوم وأكدت عدم وقوع إصابات في صفوف البحث بإطلاق النار على السفارة كما وصفت حدثة إطلاق النار على مقر السفارة بالعملية الجبانة وثمنت السفارة السعودية سرعة تجاوب السلطات الهولندية في التعامل مع الحادث كما حثت المواطنين السعوديين في هولندا على رفع مستوى الحذر وأكدتنا المملكات دين الاعتداء الجبان على السفارة ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع وضع قنع لقد كبنه او ترجمة نانسي قنع اشتركوا في القناة 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 وتنفيذ البرامج التنموية في المجالات كفة وبحسب نص القانون تم تخفيض قيمة القرد من 41 الى 12 تريليون دينار على ان تخصص 20% منها للمشاريع الاستثمارية مزيد من الارقام والتفاصيل حول رواتب الموظفين العراقيين مع الزميل بديع يونس اهلا بك بديع تفضل خير ريتا شكرا 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 بالفعل كشف المتحدث باسم رئيس البرلمان ان صرف الرواتب رواتب الموظفين سوف يكون خلال يومين مقبلين بعد موافقة المجلس على قانون الاقتراض هناك اكثر من اربعة ملايين عراقي من موظفين ومتعاقدين لا تزال رواتبهم متأرجحة اضافة الى رواتب عدد كبير من المشمولين بنظام الرعاية الاجتماعية خبراء عراقيون اوضحوا ان رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية تبلغ نحو ثلاثة فاصل خمسة مليارات شهريا يمكن ان تغطى من واردات النفط الحالية وانه لا يوجد عجز حقيقي في الموازنة بشكل يمنع دفع الرواتب اوضحوا ان هناك ملفات اخرى خلافية بين الحكومة العراقية والبرلمان تمنع دفع رواتب الموظفين كما انه وبحسب الخبراء فان وزارة المالية تصرح بانها لا تعرف عدد الموظفين فكيف يمكن ان تقر الرواتب والبرلمان لم يقر منع تعدد الرواتب لان عضاءه غالبيتهم يأخذون رواتب متعددة والكل يتنصل من المسئولية مؤخرا ايضا كان كشف وزير المالية العراقي السابق علي علاوي ان من بين اكثر من تريليون دولار وهو ثلث مجموع موازنات العراق منذ العام 2003 ضاع منها اكثر من 250 مليارا بسبب الفساد الاداري وبالطبع فان الرواتب الموظفين تعتبر المحرك والعصب الرئيسي للسوق الداخلية العراقية اذا القطاع الخاص يعتمد بشكل كبير على انفاق الموظفين في القطاع العام من اجل الاستمرار ايضا يسعى رئيس الوزراء العراقي في الحالي مصطفى القاظمي للحصول على تمويل لخطة تنموية تبلغ 21 تريليون دينار اي نحو 17 مليار دولار لدفع رواتب الموظفين من خلال الاقتراض شكرا يا ريت اشكرك على كل هذه التفاصيل ينضم الينا من بغداد الكاتب السياسي فلاح المشعل اهلا بك معنا في هذه النشرة سيد فلاح يعني لنتحدث تقنيا عن هذا الاقتراض حجم الاقتراض المطلوب لتمويل عجز الخزينة خصوصا وانه قضية دفع رواتب العاملين بالدولة تشكل ملف كبير من المصاريف نعم حقيقة الاقتصاد الداخلي كما ذكر التقرير يعتمد على بشكل اساسي يعني على الكتلة المالية التي تنزل شهريا من خلال رواتب الموظفين ورواتب الرعاية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين وعموم العاملين في الدولة العراقية من يتسلمون معاشاتهم الشهرية من الدولة توقف هذا الكتلة المالية وتأخر دفع الرواتب للموظفين يسبب انكماش حقيقة هو جمود في السوق العراقي ويخلق أزمات اجتماعية إضافة إلى الأزمات الاقتصادية والمعيشية اليومية الحجم الاقتراض الذي تقدم به السيد الكاظمي لتغطية مدة على أقل خمس شهور أو ستة كان يفكر بمبلغ واحد واربعين مليار أو تريليون حفا أي ما يعدل ستة وثلاثين سبعة وثلاثين مليار دولار لكن البرلمان حجم من هذا القرض وكان يدعو الحكومة على أن تعتمد على وارداتها الداخلية فأقر كخطوة أولى الموافقة على 12 تريليون أي ما يعادل تسعة مليار لتأمين رواتب ثلاثة شهور وهذا الأمر حقيقة بالنتيجة يشكل عجز ويشكل أشياء الإدارة المالية ماذا سيترتب على الخزينة العراقية تجاه هذه القروض خصوصا بظل عدم اليقين بشأن أسعار النفط انخفاض الإنتاج أحيانا بسبب مشاكل تقنية أو حتى سياسية المشكلة الحقيقية في العراق هي مشكلة تراكمية منذ 17 عام أو أكثر حتى النظام الاقتصادي العراقي يعتمد للنظام الريعي بمعنى أن نبيع ونفط ونوزع رواتل ونستورد ما نحتاجه من أمور من خارج البلد يعني كان فشل وابعف وتراجع خطير بالصناعة العراقية بل شلل تام الزراعة أيضا في السنتين أو الثلاثة الأخيرة بدأت تنشط داخليا وبدأت تغطي بنسب معينة يعني ما بين 10 إلى 15 إلى 20% من مجموع الإنتاج أو الاحتياج الداخلي لعراق والبقية حقيقة يعتمد على الاستيراد من إيران وتركيا وبعض دول الخليج وغيرها من دول العالم هناك فشل في البنية الصناعية يعني هناك تهشم للبنية الصناعية وكذلك ضعف وتراجع في البنية الزراعية إلى حد ما اليوم حقيقة نحتاج إلى برامج عملية في التنمية في التنمية المستدامة وعدم الاعتماد على إيرادات النفط فقط هناك إيرادات مهمة للدولة العراقية من خلال الضريبة من خلال المنافذ الحدودية من خلال الطيران يعني هناك منافذ متعددة لكن للأسف هذه المنافذ ووارداتها تضيع في بطون سيد فلاح من هي الجهات التي ستقدم هذه القروج لو نفهم بتفاصيل الجهات التي ستؤمن هذا القرد هذه حقيقة جهات داخلية لأن البنك الدولي امتنع عن إعطاء العراق ديون أضافية سيعتمد حقيقة على البنك المركز العراقي على مصرف الرشيد على مصرف الرافدين على المصارف الأساسية الموجودة في الداخل العراقي والاعتماد الأساسي هو على البنك المركزي على خزين الدولة أو على الرصيد المتبقي في خزين الدولة العراقية وهو يزيد على 40 أو 50 مليار دولار يعني ما يكون رقم محدد لأنه مستمر القروض عليه لكن ارتفاع ونشهد خلال يومين الثلاثة الأخيرة ارتفاع نسفي بأسعار النفط ربما هذه ستؤدي إلى خفض القروض إذا استمرت توثيرة التصاعد لأسعار النفط وعن الموظفين مثلا وزارة المالية تصرح بأنها لا تعرف عدد الموظفين فكيف يمكن أن تقرر الرواتب هذه واحدة من المشاكل الحقيقية فعلا وهذه واحدة من علامات الدولة الفاشلة من أن وزارة المالية لا تعرف عدد من تعطي لهم وتقدم لهم الرواتب يعني احنا مشكلتنا يعني احنا دولة غارقة تماما بالفساد وهذا الفساد حقيقيا صار يتلاعب ويتفنن ويبتكر أساليب لسرقة المال عام تخيلي مثلا بعض الأفراد يتقابون أربع رواتب أو خمس رواتب الجهات معينة أخرى بعناوين مختلفة تستلم رواتب هناك مشاريع وهمية هناك يعني انفاق غير مبرر وهناك هدر وهذا مستمر حقيقة ومتراكم يعني هناك أرقام مثلا تسمعين عن فلان مؤسسة ينتسب لها ستين ألف أو ثمانين ألف لكن في الحقيقة هذه أرقام ضخمة جدا ومتضخمة وليست هذه الأرقام الحقيقية من هنا تحتاج حقيقة من قبل وزارة التخطيط ووزارة المالية أن تعمل بجدية حقيقية لإحصاء عدد الموظفين في الدولة بعدين ما يوجد دولة بالعراق يعني بالعالم كل مثل العراق فيها أكثر من أربعة مليون موظف وهناك ما يعادلهم من المتقاعدين بالنتيجة أن تتحدث عن ثمانية إلى عشرة مليون يتقاضون رواتب كيف يمكن الحد من هذه الظاهرة سيد فلاح والبرلمان لم يقر منع تعدد الرواتب لأن أعضاء غالبياتهم يأخذون رواتب متعددة والكل يتنصل من المسؤولية مواضي المشكلة يعني إذا كان هو القاضي وهو الحكم وهو القاتل يعني كيف أنت تحقق به هكذا مشكلة كبيرة يعني يعني هي المشكلة حقيقة تتوزع على الأحزاب والبرلمان المشترك بها والحكومات المتعاقبة يعني اليوم النقد يوجه لحكومة الكاظم حكومة الكاظمي جزء من تراكم سلبي امتد لسبعة عشر عام وخصوصا يعني هذه مراحل الهدر يعني العراق مر في فترات كان الوارد النفط حقيقة السنوي يبلغ 130 أو 140 مليار لكن لم توظف باستثمارات حقيقية لا في صناعة لا في زراعة لا في استثمار لا في سياحة كل الأمور حقيقة من رصيدها صفر تكاد تكون صفر يعني إذا تحدثنا بواقعية انتاجية وتنموية بالنتيجة انت ستستمر هذه دورة الضياء ودورة الفساد اللم تتوفر إرادة حقيقية في تثبيت قواعد العمل الوظيفي الإداري من خلال مجلس خدمة مجلس خدمة وطنية يحدد الراتب وعناوين الوظيفة هذا الاقتراض والتعويل على المصادر الداخلية إلى متى يمكن أن يستمر بتمويل الاقتصاد وأيضا تمويل دفع رواتب الموظفين يعني إلى متى التعويل على الداخل يمكن أن يمول هكذا مشاريع بظل عدم الذهاب للخارج حضرتك تحدث بأن البنك الدولي رفض تمويل أي مشاريع أو وضع أي ديون إضافية على العراق نعم نحن حقيقة بدون إعادة هيكلة للبنية أو للكتلة المالية وكيف توزع وأقصد بذلك واردات النفط الشهرية مشروع الاقتراض الداخلي قد يستمر لثلاثة شهور أو أربعة شهور لا أكثر وفي الحد الأقصى ست شهور ممكن وبالتالي تتوقف حتى البنوك يعني لا يمكن أن تعطي أكثر من هذا بالنتيجة إحنا كحكومة ملزمين بإعادة هيكلة الأمور وإعادة ترتيب الأمور وشطب الزوائد التي ترحق ميزانية الدولة شكرا أشكرك جزيلا شكرا كنتم معنا من بغداد الكاتب السياسي فلاح المشعال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عد تنازلي نحو الكارثة الأمم المتحدة تقول أن الوضع الإنساني في اليمن الأسوأ على الإطلاق وسط تقارير حقوقية عن إعاقة الحوثي جهود مكافحة انتشار كوفيد 19 وما يزيد طينة التعقيد بلة هو الحديث عن تجسس حوثي على العاملين الإنسانيين في اليمن ربما إذا وصلت هذه الأدوية والمساعدات الطبية إلى اليمنيين لأنقذت أرواح الآلاف منهم إلا أنها بقيت هنا في ميناء الحديدة لا تراوح حاوياتها حتى انتهت صلاحيتها أكثر من 600 حاوية مليئة بالإمدادات الطبية أرسلتها منظمة الصحة العالمية إلى ميناء الحديدة هذا العام في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا إلا أن الحوثيين أعقوا وصولها إلى المستشفيات وفقا لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش منع أصول المساعدات الطبية وغيرها فاقما بحسب منظمات لإغاثة من الأزمة الإنسانية في اليمن حيث حضرت ميليشيا الحوثي منذ مايو الماضي وصول أكثر من 260 حاوية تابعة لمنظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى شحنة كبيرة من معدات الوقاية الشخصية ما جعل الأمم المتحدة تصف اليمن بأنه يمر بأسوأ أزمة إنسانية في العالم فنحو 24 مليون شخص يحتاجون إلى شكل من أشكال مساعدة فيما يوجد في البلاد حوالي 5000 مرفق صحي نصفها فقط يعمل بكامل طاقته بسبب نقص الموظفين والإمدادات الطبية ولم تقف الانتهاكات الحوثية عند منع وصول المساعدات فحسب بل تعدت ذلك إلى زرع أجهزة تجسس وتنصت في السيارات التي تنقل الموظفين العاملين بالمجال الإنساني وفق مصادر كشفت أن الجماعة ألزمت المنظمات الدولية والجهات العاملة في المجال الإنساني بشركات معينة لتأجير السيارات لنقل فرقها وأفرادها داخل وخارج صنعاء مي المهندس الحدث هذا ويعاني أكثر من مليون وتسعمائة ألف نازح يمني من نقص في المواد الغذائية كما المستشفيات الميدانية والمدارس لتعليم أطفالهم وتبدو تلك المعاناة واضحة في محافظة مقرب بعد أن أصبحت ملاذا آمنة للنازحين الفرين من بطش الميليشيات الحوثية ترجمة نانسي قنقر الأخبار من الحدث قبيل زيارة أردوغان المرتقبة إلى ترابلوس قوة الوفاق تشكك باتفاق اللجنة العسكرية إيران تراهن على بايدا للعودة للاتفاق النووي والأخير لن يفعل بدون تعديلات أبرزها البرنامج الصاروخي وسلوك إيران التوسعي البرلمان العراقي يقر مشروع قانون تمويل العجز بالاكتراض تمهدا لصرف رواتب الموظفين ختم النشرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة